السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعال هنا لو انت محسود لو انت مصاب بالعين لو انت مصاب بالسحر. امش هتكلم على السحر ولا هتكلم على الحسد هتكلمك على العين. تب ليه شيخ ما تكلم على السحر? لا. اخطر هذه الاشياء العين. خلي بالك. ليه بقى? يا في كتير من الناس جدا ما بتعرفش تفرق بين العين والحسد والسحر. هقول لك حاجة. العين تقع من نفس طيبة ومن نفس خبيسة. ممكن واحد طيب جدا وكويس جدا وطقي يصيبك او يصيبك بعينك. خلي بالك. اما الحسد فلا يقع الى الناس الخبيسة. فالحسد هو تمني زوال النعمة منك. هو عاوز ان انت النعمة ده تزول منك وخلاص. تب تجيله النعمة? تجيله ما تقولوش ماهمهوش. اما حاجة النعمة تزول منك وخلاص. اما السحر بقى ده ده شيء تاني خلاص عملية كده حسابية ومش عارفت ايه. وطلاصم ولا شروط ولا حاجات. قليل ما ناس ما نفعل ذلك. لكن اكثر ما يصيب الامة الاسلامية او الناس من العين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة ان تسترقي من العين. وكان نبي صلى الله وسلم يرقي الحسن والحسين من العين. خلي بك العين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان العين لتدخل الرجل القبرى وتدخل الجمن القدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اكثر ما يموت من أمتي من النفس أو العين أحاديث كثيرة جدا خطورة العين إيه بقى ما العين ده ممكن تكون معجبة بشيء تشوف شيء سيارة تشوف ولد يميل بنت يميلة صغيرة كده تشوف والله حتى لو حيوان حتى لو نبات حتى لو طينة في الأرض والله وانت أعجبت بهذا الشيء دون أن تبرك دون أن تبارك دون أن تذكر اسمه الله عز وجل على هذا الشيء فتصيبه بعينك وهو هذا اللي حصل مع مين أنا بقول لك خطورة العين في إيه أن أنت ممكن تصيب نفسك بعينك إحنا بنقول دايما ما يصيب المال إلا لأصحابه ما يحسد المال لأصحابه أو ما يصيب المال بالعين إلا صاحبه لذلك في القرآن الكريم يقول إيه ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بله إن ترني أنا أقل منك مالا وولده يعني أنت لو دخلت الجنة بتحتك أحسن لك تقول لتبارك الله تقول لا حاوله ولا قوة إلا بله إبا لو أنت أعجبت بشيء من نفسك من مانك من ولدك سيارتك بيتك أسرتك زوجتك تقول لا حاوله ولا قوة إلا ما شاء الله لا حاوله ولا قوة إلا بله طب إنت لو أعجبت بشيء غيرك ببيت غيرك بولد صغير ببنت صغيرة بأولاد جارك تقول إيه تقول تبارك الله تبرك ده مهم جدا خلي بالك في ناس يشوف في الواحد ما شاء الله ما شاء الله ده لو كان مالك إنت لكن لو كان مال غيرك حاجد غيرك وإنت أعجبت بها تقول إيه تبارك الله كما ورده في القرآن طيب ايه خطورة العين بقى تعرف ان فيه صحابي اصاب صحابي بعينه والصحابي بيحسد يا شيخ مش بيحسد من اقولت لك العين ده بتقع من ايه من عين معجبة كان فيه واحد اسمه سهل بن حنيف سهل بن حنيف ده كان يعني كان حليوة احنا بنقول المصر حليوة كده جلده ابيض كده ويميل كده وده شيء نادر مش معهود في الجزيل العربية معظم الرجال عندهم جلد خشن بسبب الشمس والحرارة والكلام ده كله لكن هو كان يعني مختلف عنهم كان جلده كده ابيض كده زي الاوروبيين كده فالمهمه ذهبوا مع نبيه صلى الله عليه وسلم في مكانه سمى الخرار مكان كده فاغتسلوا فيه فسهل بن حنيف خلع ملابسها هو اغتسل طبعا ما خلعش الملابسة تقول لها يعني فاغتسل يعني بيقصر بتوضع والكلام شافوا مير شافوا احد اسمه عامر بن ربيعة عامر بن ربيعة خلاص شاف جسد سهل بن حنيف ولا جلده مخبأة يعني ايه الحلاوة دي بقول كده بقولت جسم احسن من جسم البنت العذراء في خدرها في خدرها البنت اللي هي ما ترعيتش خلاص ولا الشمس شافتها فيه اللي حصل فلوبت ساهل في الحال عرف لوبت يعني يعني واقع واقع بسبب الكلمة دي اه واقع في الحال فحمل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الى الرسول هل لك في ساعد من شيء فوالله لا يرفع رأسا تبا مش قدر اتحرك يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تتهمون احد قالوا عامر ابن ربيعة فأتي بعمر ابن ربيعة فاغتاز عليه النبي صلى الله عليه وسلم النبي اغتاز منه قال على ما يقتل احدكم اخها يا نهر ربي تسمى لعين قتل اه والله يقتل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعامر على ما يقتل احدكم اخها وانت بتقتل بعض ليه هلا اذا رأيت ما يعجبك برقت هلا برقت يعني انت ليه ما قلتش تبارك الله يا اخي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعمر أن يغتسد فغسل عامل يديه ومرفقيه وواجهه وأطراف قدميه ورغبتيه وداخلة إزاره ثم وضع في قدح في حله ثم صب على سهل صب على رأسه من خلف وظهره من خلف فقام سهل في الحال شفت بها كأنه لم يصبه شيء هو ده كده إنت شكت في واحد نداء أصابك تعمل إيه؟ قوله اغتسد بالله عليك اغسل يديك وواجهك ومرفقيك وربتيك وأطراف قدميك وداخلة إزارك وهكي ما انت شك أنا محروج نكلمه خلاص خليك تحبا ده سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة يبقى خلي بالك العين ده مشكلة جدا يبقى نعمل حاجة لو أنا أعجبت بشيء من ما لي أقول إيه ما شاء الله لك وتعب له لو أنا أعجبت بشيء غيري بحاجة غير نقول إيه تبارك الله والله يا جماعة كلمة بسيطة نجي نجي في ناس تعبانة بقالها عشرين وثلاثين سنة راحت الدكاترة صرفت ولوف مؤلفة على صحيتها والدكتوري قوله انت ما عندكش حاجة هي مصابة العين يا ما تقول الله عز وجل والله العظيم عين تصيب واحد بعين وتودي القبر ومعظم ما في القبور من شباب والله من العين لذلك اخوان وأيضا انت مفردش في نفسك فين أذكر الصباح والمساء فين صرات الفاجر فين الورد وكلما عصيت الله عز وجل كلما كنت أكثر عرضة أن تصاب العين أسأل الله عز وجل أن يبعد عننا كل عين حاسدة أمين يا رب العالمين وأن يحفظنا ويحفظ ابناءنا ويحفظ أخواننا وأحبابنا إنه ولي ذلك والقادر عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته